اشتركوا في القناة هذه تونس بشواطئها ونزلها السياحية واثارها الرومانية والاسلامية تشهد على تاريخها الحضاري القديم والمتنوع وتقدم لزوارها جمال الماضي والراحة التي يبحث عنها الكثير منهم عبر اسواقها ومشموم الياسمين والفلكلور الذي يعيد لذاكرة الناس صور مشاهير الفرسان غير ان هناك في تونس فارس اسمه الحبيب برقيبة الذي حكم تونس بقبضة من حديد طوال 33 سنة الى غاية فجر اليوم السابع من نوفمبر سبعة وتمانين وتسعمائة والف في هذا اليوم توقفت عجلة التاريخ لقد وقعت ازاحة الرئيس برقيبة من طرف وزير داخليته وذراعه الايمن الجنرال بن علي بالفصل 57 من الدستور نتولى بعون الله وتوفيقه رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقوتنا المسلح وسنعتمد في مباشرة مسؤولياتنا في جو من الثقة والامن والاطمأنان على كل ابناء تونسنا العزيزة فلا مكان للحقن والبغضاء والكرهية ان استقلال بلادنا وسلامة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا هي مسؤولية كل تونسيين بعد ان علم الشعب التونسي بالحدث خرج يتظاهر مبديا فرحه جاء هذا التغيير بعد هيمنة استغلقت طويلا من جهة رئيس سمي مدى الحياة بعد ان نجح منذ الساعات الاولى لحكمه في تصفية زملاء ضربه فمنذ البداية حظي بورقيبة بمساندة مونداس فرانس وقد كان بورقيبة يجاهر باعجابه الكبير بمونداس فرانس الذي لم يكن في نظر الشعب التونسي غير رئيس دولة فرنسا التي استعمرت تونس منذ سنة ست وخمسون وتسعمائة والف لم ينفك بورقيبة ينظم في كل سنة تقريبا محاكمة سياسية لتصفية معارضيه فقد كانت محاكمة اليوسفيين والشيوعيين ومجموعة لازهر الشرايتي والنقبيين والقوميين العرب وآخر المحاكمين في هذه القائمة هم الإسلاميون في سبتمبر 87 أنا ثائر الأمس القريب وفي الغد المرجو ومالك أنا لاجئ الأمس البغيب وفي غدي سأكون عارف أنا ثائر الأمس القريب وفي الغد المرجو لقد عاشت تونس في صائفة 87 على نسق المظاهرات الاحتجاجية اليومية تقريبا وعرفت في هذه الأجواء موت العديد من المواطنين بعضهم برصاص البوليس في الشوارع والجامعات وبعضهم الآخر تحت التعديب موسيقى لقد كان الجنرال بن علي من موقعه كوزير للداخلية منفذا لهذه الاغتيالات ولحسن قيامه بمهمته فقد كافأه برقيبة بحرارة لقد ارتقى بن علي في مراتب السلطة على جماجم التونسيين فمن منصب مدير الأمن إلى وزير للداخلية إلى وزير دولة للداخلية إلى وزير أول وها هو اليوم رئيسا للجمهورية موسيقى منذ سنة 1990 وبعد تزوير انتخابات أفريل 89 يعيش التونسيين حملات الاعتقال والإيقافات والسجن والموت تحت التعذيب تحدثت أخر تقارير منظمة العفو الدولية حول وضع الحريات وحقوق الإنسان بتونس عن وجود ثمانية آلاف سجين في هين تذكر مصادر المعارضة أن العدد يصل إلى 30 ألف معنا السيدة مارتين برجرون رئيسة فرع منظمة العفو الدولية أود أولا أن تلخس لنا مشاغل منظمة العفو الدولية فيما يخص تونس الحقيقة أن منظمة العفو الدولية منشغلة بالوضع في تونس وخاصة منذ سبتمبر تساين 900 أو ألف حيث وقع اعتقال أكثر من ثمانية آلاف شخص قد يكون أعضاء في الحركة الإسلامية المعارضة وذلك من طرف أجهزة أمن الدولة والحرس الوطني الكثير من هؤلاء وقع الاحتفاظ بهم لفترات طويلة وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر رغم أن الفترة القانونية لا تتجاوز العشرة أيام وعليه فإن منظمة العفو الدولية جد منشغلة بهذه الانتهاكات الخطيرة في حق حرية هؤلاء الأشخاص خاصة وأن أغلبهم قد وقع تعذيبهم تعذيبا شديدا وإن الضمانات التي يتمتع بها في الأصل الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه الاتهامات لم يقع احترامها في أغلب الدول العالمين العربي والإسلامي تتعامل الحكومات مع الملف الإسلامي بطريقة عنيفة في سوريا فقد ذهب حافظ الأسد إلى حد قصف مدينة حماث بالكامل في الجزائر انقلب الجيش على المصاري الديمقراطي ومنذ ذلك التاريخ تعيش الجزائر حماما من الدماء إن تفسير ردة الفعل لما يقع في الجزائر اليوم أن هناك شعور لخطر مزدوج فانظروا إلى السبعينات وأوائل الثمانينات فهلاء جميعهم مجموعات راديكالية تشتغل في الخفاء للوصول إلى السلطة فانظروا مثلا ماذا فعلوا بالسداد إنهم جميعهم مثل جماعة الجهاد إذا فازوا فهناك مشكلة وإذا دخلوا المنظومة وسبب قمعهم هو أنهم خطرين على المنظومة وضدها حسنا عندما اتجاه الإسلاميون على صناديق الاقتراع تحولوا إلى خطر مزدوج وأصبحت التهمة الموجهة لهم أنهم مستغلين للديمقراطية بعد أن كنا نتهمكم بأنكم ضد الديمقراطية فنحن نتهمكم الآن بأنكم مستغلين للديمقراطية ولا زلنا على موقفنا من أنكم أعداء الديمقراطية آخرين يقولون أن الخطر الإسلامي قد تم حسن التصرف معه في تونس من خلال ما عبر عنه أحد الأكاديميين بقوله قمع عنيف ويدعي نفس الأكاديمي أن المسيرة الديمقراطية ما زالت هناك على أحسن ما يرام في حالة تونس نحن جد منشغلون نتيجة أن التعذيب يمارس بشكل آلي تقريبا في كل مراكز البوليس والحرس الوطني بما في ذلك محلات وزارة الداخلية وهو أمر يخالف كثيرا الموقف الرسمي للحكومة التونسية التي تعلن أنها ضد التعذيب والتي أنضت في سنة التسعين على ما أظن على معاهدة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فالحكومة التونسية منضم نظريا إلى معاهدة لم تحترمها في العاصمة البريطانية لندن ولمدة يومين كاملين عقد بعض البرلمانيين البريطانيون العديد من الجلسات للتحقيق في الوضع العام الحالي بتونس مجرد ما عبرنا عن رغبتنا في العمل السياسي في إطار القانون لم يمر عن ذلك إلا أربعين يوم حتى وقع اعتقالنا أنا والفئة التي أسست هذه الحركة السياسية لما سقط الطاغية برغبا وجاء ابن علي معلنا أنه سيحقق الديمقراطية في تونس وحقوق الإنسان لم يكن بد من أن نؤيده وقد كنا في السجن فلم تقصر حركتنا وسائل الحركات الأخرى من أن تقدم الدعم المعنوي لجلاد الأمس على أمل أن نفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس وعلى أمل أن الرجل قام بما قام به تحت سلطة أخرى تحت سلطة برغبا وأننا كمسلمين نؤمن بأن باب التوبة يظل مفتوحا أبدا منذ توليه مقاليد الحكم قام الرئيس بن علي بأداء مناسك العمرة لإهام الرأي العام في تونس بأنه قد تاب ورجع إلى الله وكرمه تكريما وتعظيما وتشريفا وفي الوقت الذي يتابع فيه الشعب التونسي عبر شاشة التلفزيون وقاع مناسك عمرة رئيسه الجديد كانت هناك مجموعة تتعرض للتعديب الشديد في زنزانات وزارة الداخلية وكان من ضمنهم الرائد محمد المنصوري الذي لقي حتفه من أثر التعديب سيد الفرجاني أحد زملاء الشهيد لازال يتذكر الفترات الصعبة التي قضوها في زنزانات الداخلية لقد عاليت ولكن أكرم أن أتحدث عن تجربتي يريدونني أن أكون مثالا يخوف الأخير يريدونني أن لا أعمل يريدونني أن لا أتحرك لقد كان ذلك فعلا لكن جسميا فقط صحيح أني تحسنت والحمد لله ولكن نازل ضحي مكتور هذا هو الحال أكثر فأكثر من القمة كل إنسان يقر بهذا وزيادة على ذلك فقد وقع قمع شديد على العمال أثناء أحداث 1978 عندما كان الرئيس الحالي أنداك مديرا للأمن الوطني فقد كان يوما مشهود سمي بيوم الخميس الأسود في السادس والعشرين من جانفي 1978 قرابة ستمائة عامل تم اغتيالهم في نصف يوم واحد الحبيب عاشور الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يلقب بالأسد في تونس وخاصة بعد أحداث الخميس الأسود يوم السادس والعشرين من جانفي 1978 لم يعد اليوم يمثل أكثر من حمل وديع بعد أن تعرض للسجن والتعذيب والتجريد من الممتلكات الخاصة ولم تعد منظمة الشغالين ومنظمة الأعراف يلعبان مثل ما في السابق لعبة الفأر والقط بل نجد أنهم اليوم على وفاق كبير السيد محمد مزالي رئيس الحكومة الأسبق كان أحد الذين قدموا شهاداتهم في محاكمة لندن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر